مجدداً ما الفيزياء وإنعكاس الموجات تحدثنا عن إنعكاس موجات الصوت وعرفنا أيضاً القوانين التي تصف هذا الإنعكاس وكذلك ظاهرة الصدى كما هو معلوم أن موجات الصوت تتحرك في ثلاثة أبعاد فهل يمكن أن يحدث الإنعكاس لموجات تتحرك في بعدين مثل موجات سطح الماء مثلاً لنأخذ أمثلة على إنعكاس موجات سطح الماء كتجربة لنرى الأدوات حوض الموجات خطوات نضع الماء في حوض الموجات إلى ارتفاع 2 سنتي تقريباً ونعلق المصر أفقياً بطرف المحرك الكهربائي ثم نعلق الضر الكهربائية له وذلك الحصول على موجات مستقيمة كما نرى في هذا المثال الذي يوضح إنعكاس موجات سطح الماء نضع قطعة خشب مستقيمة في طريق الموجات ماذا نلاحظ؟ يمكننا الآن تغيير القطعة الخشبية التي تصطدم بها الموجات بصفيحة يمكن ثانيها على شكل نصف دائرة ونسجل الملاحظات على شكل الموجات بعد استضامها بالصفيحة المقوسة أيضاً لعل المشاهد أن الموجات المائية عند استضامها بالحاجز ترتد كما هو موضح ترتد عنه بحيث تتحرك في اتجاه آخر أي تنعكس وتسمى هذه الظاهرة إنعكاس الموجات هل السرعة وطول الموج للموجة المنعكسة هو نفسه للموجة الساقطة؟ نعم هو كذلك كما نرى من هذه الصورة وضح لماذا يكون اتساع الموجة المنعكسة أقل من اتساع الموجة الساقطة طبعاً يختلف لأنه عندما ينعكس يفقد جزء من طاقته إذا علمت أن قدر